اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم إذا سلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال زرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال زرة شر يرى تعالوا كده أولاد معنا نشوفوا الآيات بتاعتنا وتفسيرها أول آيات صورة الزلزالة ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا وبيخبرنا بيقول إيه؟ إذا زلزلت الأرض زلزالها طيب إحنا عارفين ساعات كده بنسمع بابا أماما يقولوا إن فيه بلد من البلدان العالم حصل فيها زلزال يعني إيه زلزال ده يا أولاد؟ يعني الأرض بتتحرك تحريك عنيف جدا وطيب بيلتج عن الزلزال ده إيه؟ بيلتج فيه عنه ضمار إنه ممكن البيوت تتهدم وممكن لقدر الله ممكن الناس تموت يبقى إذا الزلزال ده شق إيه؟ شق صعب بيحدث طبعا إيه في الكرة الأرضية بأمر مين؟ بأمر الله سبحانه وتعالى طيب المقصودة هنا بكلمة زلزلة الأرض إمتى بقى؟ بيقولك إن معنى كلمة زلزلة الأرض يعني حركة تحريك العنيفة المتكررة طيب وده هيحدث إمتى؟ هيحدث عند النفخة الأولى طيب ويا أولاد إمتى النفخة الأولى؟ النفخة الأولى ديها هتبقى إن شاء الله يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هيبقى موكة الملك بيه؟ ببوق والبوق ده عبارة عن قلة بتصدر صوت كبير جدا صوت قوي جدا بيسمع كل الموتى وكل منع على الأرض وأول ما بيحدث الزلزلة وبنسمع أن يدخل أولى كل إيه اللي بيحصل بقى تعالى في الآية اللي بعدها هنشوف إيه اللي بيحصل وأخرجت الأرض وأطقى لها آه يعني الأرض بتبتدي تخرج كل الموتى اللي موجودين فيها مش كلنا هنرقى وقتها إيه؟ موتى يا ربنا هيبعثنا بقى في الوقت دوت وهي وكمان بتخرج كل الكنوس اللي موجودة إيه فيها من خلال الزلزلة طب وإنت هتخرج الكنوس والممتة هتبقى دي بقى في النفخة الثانية ماشي إيه نحن جدع عرفنا من يوم القيام وحيبع عندنا كم نفخة نفختان أول نفخة اللي هي إيه؟ لما الأرض بتزلسل يعني بتحرك تحريك عنيه جدا ومتكلم والنفخة الثانية لما الأرض هتبتدي تخرج إيه؟ موتاها وتخرج الكنوس بتاعها طيب تعالى نشوف الآية اللي بعدها وقتها بقى الإنسان حالي تحدث وقال الإنسان ما لها؟ آه كل الناس طبعا هتخرج من القبور بتاعتها مزهورة خايفة جدا مرة أربعة مش عارفة إيه اللي بيحصل وقال الإنسان ما لها؟ طيب بعدين يوم إذن تحدث أخبارها آه يعني بعد كده لما يشوف الإنسان اللي بعص من القبر بتاعه ده الحال بتاع الدنيا حوالين منه؟ يعني شافي الناس كلها مزهورة والناس كلها بتخرج من قبورها؟ هيفهم بها اللي ده إيه خلاص جاي من قيامة ويوم الحساب فالأرض يوم إذن هتتكلم حتى بتقول لنا إيه إن ربنا سبحانه وتعالى ده أمر من ربنا كل اللي بيحبس في الأرض ده أمر من الله سبحانه وتعالى فأيج ما إذن تحدث أخبارها الأخبار بتاعتها هي اللي بتدل على حالها بأن ربك أوحى لا خلاص هو ربنا سبحانه وتعالى جعل في حالها دلالة على إن القيامة إيه خلاص بدأت وإن الناس هتبتزي توفى حسابهم تمام؟ بعد كده بتقول إيه يوم إذن الله سبحانه وتعالى بيتكلمنا بيقول إيه يوم إذن يصدروا الناس أشتاثا ليروا أعمالهم يعني إيه إلي هيحصل بقى يا أولاد في اليوم ده إن الناس كلها هيصدروا يعني هيخرجوا من قبورهم إيه أشتاثا كلمة أشتاثا يعني متفرقين كل واحد غالب إيه بقى بنفسه آآ كل اللي يهمه أمره بس تمام؟ ليروا أعمالهم كل إنسان بقى خلاص هيروح ونشوف إيه يا ترى نتيجة أعماله وإيه اللي عملها في الدنيا فربنا قلنا هو نتيجة الأعمال بينه فمن يعمل مثقالة زرة خيرا يرى اللي قتل من نفسه في الدنيا الخير واللي عمل في الدنيا أعمال الخير زي الصلاة والصوم وقيام الليل وصلة الرحم والتصدق والزكاة كل حتى لو كان مثقالة زرة كلمة مثقالة زرة يعني وزن أصغر هباء يعني حاجة منطوضة جدا حاجة صغيرة جدا مهما كان عمل الخير مهما كان صغير ربنا سبحانه وتعالى حيصيبت عليه أو حيرزقت ثواب عليه ويدخلك إيه إن شاء الله بالجنة عملك وعمل خير هتلاقي ربنا بأمر الله يكسر من حسناتك ويدخلك الجنة ومن يعمل مسقالة زرة شرة يرى إنما ولعيازه بالله بقى الناس اللي عملت شرق اللي كانت مثلا ولعيازه بالله مثلا بتجذب أو بتسرق أو بتعمل أعمال شرق دي بقى إيه؟ طبعا بردو حتشوف جزاء العمل بتاعه ده مهما كان مصطالة زرة يعني مهما كان عملها ده صغير أو قصير بردو ربنا إيه حيجازيها وحسبها عليها تمام؟ أرجو ان انتوا تكونوا فاهمتوا لحد ما معنى صورة الزلزلة وتعالى كده من خلال الجابة نشوف الكلمة ومعناها اتفقنا إن كلمة زلزلة الأرض يعني حركت تحريكاً عنيفاً وتكاجراً وقلنا ده إمت يا أولاد؟ عند النفخة الأولى برابو عليك طيب كلمة أثقالها هي معناها إيه؟ كنوزها وموتاها وقلنا إن الأرض حتخرج كل الكنوز والموت بتاعها ده إمت في النفخة الثانية برابو عليك طيب وكلمة تحدث أخبارها وإن معناها تدل بحالها على ما عمل عليها يعني الإنسان لما هيفرب من قبره ويشوف إن الناس كلها في هلع وفي زعر هيفهم إن خلاص إن ربنا إيه؟ خلاص أزم بيوم القيامة وكلمة أوحى لها معناها برضو دلالة على إن ربنا سبحانه وتعالى جعل في الأرض إيه؟ دلالة على إن يوم القيامة خلاص بدأوا إيه؟ والحساب حيبتدي تمام؟ طيب تعالوا كده نشوف بعض الأسئلة على صورة الزلزلة بيقولت هنا أول سؤال إيه؟ اختر الإجابة الصحيحة أعطينا سؤال وعايزك تختار من بين القوسين إيه؟ الإجابة المناسبة ليه؟ طيب بيقولك كلمة يصدر الناس معناها إيه يا ولاد؟ يعني يذهبون إلى الأعمالهم ولا ينامون ليلاً ولا يخرجون من القبور اتفقنا وإحنا بنشرح الآية قلنا إن هي يصدر الناس معناها إيه؟ يخرجون من القبور حساب الناس يوم القيامة تمام؟ طب لو شكنا نوع تاني من الأسئلة بيقولك أجب إلى ما ترشدنا آيات سورة الزلزلة من خلال سورة الزلزلة كده يا أولاد اتعلقنا منها إيه؟ بيقولك اهو بترشدنا إيه؟ أن العمل الصالح وفعل الخيرات طبعاً العمل الصالح وفعل الخيرات ده بيجعل الإنسان في الآخر إيه أولاد؟ طبعاً يكسب من حسناته وبأمر الله بإذن الله جزاء الجنة إن شاء الله ويبعد عن النور تمام؟ بلايات بترشدنا إننا دايماً نعمل العمل الصالح ونفعل الخيرات حتى إيه؟ حتى ندخل الجنة طيب بعد كده فيه موات تاني من الأسئلة بيقولك مثلاً ضع علامة صحة أو خطأ حديد جملة وإنت تقول لي يا كده العبارة دي صحيحة ولا خطيئات مثلاً بيقولك إيه؟ يشعر المقصر في عمله بالندم يوم القيامة يعني إيه ليس يقولنا ذيك؟ يعني مثلاً لو الإنسان في الدنيا بدأ يعمل أعمال شرق وأثر في الصدق بتاعكم أتمهاش أو مثلاً قصر في أداء مثلاً الصدقة أو قصر في صلة الرحم يبقى كل ده الأعمال ذيك تخليته في الآخر طبع بإيه؟ يندم يوم القيامة لإنه ما بقاش عنه حسنات كتيرة جداً تدخل الجنة يبقى العبارة دي صحيحة والله خطأ يصعر المقصر في عمله بالندم يوم القيامة طبعاً العبارة دي يا ولاد كده إيه؟ صح أتمنى أن تكونوا فهمكم معنا سورة الزلزلة وآياتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر